موسيقى أهلاً ومرحباً بكم معنا ومشاهدنا في حلقة جديدة من برنامج من الأسبوعي بين قوف سين نطرح في هذا الأسبوع المفهوم العالمي الجديد نحو سباق التسلح ببرامج الذكاء الاصطناعي ويبدو أن المملكة العربية السعودية دولة الإمارات وغيرها من الدول إلى جنب طبعاً في البداية الصين والولايات المتحدة الأمريكية ترغب هذه الدول في أن تكون سباقة في هذا المجال ولكن لماذا تهتم السعودية تحديداً بالتزود بكل ما هو جديد في برامج الذكاء الاصطناعي وكيف لدول لا تمتلك الصناعات في هذا المجال أن تتزود بكل ما هو جدير بالاهتمام كمدخلات إنتاج هذه الصناعة على رأسها الرقاقات الإلكترونية لاحظنا في الأونة الأخيرة استثمار واضح سعودي في شركة إنفيديا ورقاقاتها نتحدث أيضاً عن التزود والتسلح بهذا السباق ربما ستكون الوجهة القادمة للمشاركة في نمط تجاري موحد تكنولوجي لهذه القوى الاقتصادية الكبرى نتحدث في هذا الموضوع مع ضيفي من الرياضي دكتور عبد العزيز الحرقان وهو الخبير في التقنية والرياضة والابتكار أهلاً ومرحباً بك معنا دكتور ربما ليس من الجديد أن تبتلك السعودية أذرع في عدة قطاعات من ضمنها التكنولوجيا ولكن اللافت للانتباه هو مساعيها الحثيثة في الأونة الأخيرة لأن تكون أيضاً في مصاف الدول التي تتنافس في التزود بممكن أن نسمي برامج للتسلح بتقنيات الذكاء الاصطناعي ما هي الوجهة الاستراتيجية للسعودية للاستثمار في هذا القطاع هو قضية كلمة تسلح قد تكون غير دقيقة التزود يعني تزود أيضاً إذا اهتمام بالبرامج الذكاء وأنظمة الذكاء الاصطناعي قد يكون أيضاً تحتاج إلى توضيح الآن اللي طلع في الصورة أو اللي ظهر في الإعلام أو اللي ظهر إلى وجود تنافس شديد فيه هو أنظمة الذكاء الاصطناعي القائمة على النماذج الغوية مثل شات جي تي بي لكن أنظمة الذكاء الصناعي بمطلقها بدأت من سنوات من عشرات السنين كنا نتذكر في المترمينيتور مثلا في المترمينيتور كان يحذر من سيطرة العالات القائمة على البرامج الذكاء الصناعي وغيرها من الشمناه في الأفلام لكن هذه التطبيقات الصناعية الروباتيكية الروباتيكس الأنظمة المتقدمة الأنظمة العسكرية كانت محكومة ببرامج ببراءات اختراع بأنظمة دولية بأنظمة حكوماتها فكان صعب أنها نستعين بهذه النماذج اللي ظهر من تقريبا ثلاث سنوات هو أنظمة الذكاء الصناعي القائمة على نماذج اللغة وهذه بشكل فاجأت الجميع صراحة ما تفضلت في سؤال فاجأت الجميع بين الظهرت لها تطبيقات لم تكن متوقعة ظهرت لها تطبيقات ممكن في اتخاذ القراءة بينما كانت هذه التطبيقات خارج نطاق الرؤية أو التفكير ففي المملكة الحاجة مثل هذه أنظمة الذكاء الصناعي التي نتحدث عليها هي مهمة جدا في مسألة تجويد التدريس أو التعليم في المدارس السعودية تجويد القدرة على اتخاذ القرار الاستفادة من للأسف عندنا كمية ضخمة جدا من البيانات غير مبوبة وغير مصنفة سواء في التاريخ سواء في الشعر سواء في اللغة سواء في التراث هذه كلها ستكون مادة غزيرة لأنظمة الذكاء الصناعي القائمة على النماذج اللغة دكتور عندما نسأل أنت ذكرت إذا كانت تزويدها في البرامج التعليمية وغيرها فيه كليات تقنية أيضا في السعودية ويبدو أنه فيه توجه لشراء رقائق إلكترونية تستفيد منها في برمجياتها وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي لأي حد اليوم وصلنا في عملية التعليم إلى عملية الدخول في تصنيع مستلزمات الذكاء الاصطناعي ولا يقف الموضوع فقط على الدول الكبرى الرقاقات الإلكترونية كانت في وقت قريب جدا يعاني العالم من عملية لوجستيات إيصالها فما هي الرغبة السعودية في تنمية المهارات الطلابية والدراسية بأن تكون هي موطنة لهذه الصناعات السعودية بدأت في المرحلة المقبلة الذكاء الاصطناعي هي اللي يسمونها الأجهزة High Performance Computing الأجهزة فائقة القدرة على العمليات الحسابية هذه تستخدم ممكن تستخدم في عدة مجالات ومن ضمنها أنظمة الذكاء الاصطناعي فهذه الأنظمة بدأت فيها مملكة أنا أتذكر أنا شفتها من 2008 و2009 كانت موجودة في بعض الجامعات السعودية موجودة في مدينة الملكة بلازيز العلوم التقنية كانت هذه الأجهزة فائقة السرعة موجودة في المملكة في كاوس في جامعة كاوس في أنظمة في جامعة البترول جامعة الملك فهد البترول معادي فيها أجهزة فائقة القدرة فهذه الأجهزة كانت موجودة بقي قضيتين قضية بناء الأنظمة التي تستطيع أن تفهم وتقرأ النصوص الموجودة وتقرأ النصوص باختلاف مجالاتها طبية أو صحية أو مالية ووجود البيانات ووجود البرامج هذه للأسف نحن مقصرين فيها وهذا ما تعمل الآن عليها المملكة أننا نستخدم النماذج بعض الأنظمة التي تتيح لنا بناء أنظمة الذكاء الصناعي توليدي أصلا متوفرة ليست أنظمة محمية بأسرار عسكرية أو محمية بأسرار صناعية مثلا شات جي تي بي مفتوح المصدر ممكن أي أحد قدر يوصل وكذلك بعض الأنظمة فالمملكة استطعت بقدرة بالبنية التحتية التي تكونت في ممضة في الأجهزة وفي البشر في الكوادر البشرية المؤهلة أصبح أنها تستطيع أن تنتقل للمرحلة الحالية في المرحلة القبلية بإذن الله في بناء أنظمة الذكاء الصناعي تتوافق مع متطلباتها في التعليم وفي أيضا في احتياجات اللغة العربية نحن مختلفين جدا عن العالم الآخر يعني لا نقول تسربت معلومات ولكن هذا كما ذكرت ليس بالأمر السري موضوع الشات جي بي تي أكيد شغل الأوساط جميعها وكان هناك حديث بأنه مهما بلغ من ذكاء بالتأكيد شركة أوبين طبعا أوبين اي اي هي التي زودت هذا النظام نحن نتحدث لماذا لا تكون لدينا نسخة عربية توائم أكثر متطلباتنا والسعودية رائدة في هذا الموضوع ما الذي ينقصنا حتى نأخذ أو نحاكي هذا النوع من البرمجيات دكتور أول شيء نقص عندنا البيانات هذه الأنظمة تحتاجها كمية ضخمة جدا من البيانات لو جينا والأنظمة هذه الأنظمة في العالم الغربي وخاصة في الولايات المتحدة يعني الانترنت بدأت عندهم من عشرات السنين بدأت من يعني منذ القرن الماضي فتكون عندهم كميات ضخمة جدا من البيانات القضية الثانية عندهم في قوانين في بعض الدول الأوروبية وفي بعض الدول العالم خاصة في الأمريكا بضرورة النشر نشر المعلومات الحكومية فتجدين مثلا لما تفتحين موقع الوايت هاوس بيت الأبيض تفتحين أي موقع حكومي أمريكي تجدين فيه مثلا كل الخطب السياسية كل القرارات التنفيذية كل قرارات الأعمال التي تنفذ هذا القانون أمريكي موجود بالدول السعودية مثلا في واس موجود بيانات حكومية موجود قرارات أوامر الملكية في حيات الخبراء موجود الأنظمة لكن ما زالت غير كافية إلى أن النص يسمونه critical mass أن تكون عندنا معلومات ضخمة فأتوقع أن المرحلة الأولى أننا نحول الوثائق الموجودة عندنا مثل جريدة الرياض مثلا المرحلة الإلكترونية بسيط جدا كما تجاوزها 20 سنة قبل 20 سنة كانت جريدة مطبوعة ففيها معلومات هامة فأتوقع أن الخطوة الأولى هو تحويل هذا المحتوى الضخم في العالم العربي بشكل عام إلى محتوى إلكتروني المرحلة الثانية هي ببناء الخوارزميات وبناء برامج التدريب تدريب هذه الأنظمة بحيث أن تتعرف على النصوص العربية أكيد ما رح نتحدث عن القيام بهذا الدور منفرد بمعنى أن تتبنى السعودية توطين هذه الصناعات وتكتفي ما تستوردها من الخارج ستبقى محتاجة إلى التقنيات الخارجية ولكن وين وصلنا اليوم في مرحلة التقدم في تصنيع لأنه لا يكفي أن نأخذ المدخلات الإنتاج بالتأكد هذه كل دول العالم وليست فقط أولها الولايات المتحدة الأمريكية في أمور لا تستطيع أن تقوم بتصنيعها وفي شركات هي المنفردة عالميا في تصنيع هذا الشيء مثل سابقا كانت سامسونج في الالسي دي والآن عندك الرقاق الإلكترونية في عدد معين من شركات مثل إنفيديا التي تحدى نوعية رقاق الإلكترونية التوليدية في موضوع طبعا الذكاء الإصطناعي إلى أي حد سنبقى نستورد مدخلات إنتاج في هذه الصناعة وإلى أي حد سنقوم بإضافة أو دور التكميل لاحقا في تلك الصناعة عندنا قضيتين القضية الأولى أن معظم هذه الشراحة الإلكترونية تصميما وصناعة محكومة ببراءة اختراعه بملكية فكرية وبالتاريخ من التطور صعب الوصول إليه هذه المملكة تشتغل على على تصنيح الشراحة وسبق معالي المهندس عبدالله سواها أعلن في واحدة المؤتمرات وقدم فعلا قدم شريحة قال بينها صناعة في السعودية ونحن ماشيين على هذا الطريق طويل الطريق الأقصر هو في الاستثمار في شركات التقنية والسعودية قامت بالاستثمار في شركة نيفيدية وقامت أيضا في استثمار في شركات صينية وأسست صندوق مع شركة صينية ب 750 مليون أو مليار ونص ما أذكر فالسعودية اشتغلت على الجانبين جانب تطويل القدرات الوطنية في التصنيع وهذا مشوار طويل جدا والجانب الآخر هو في التحالف مع الكيانات المصنعة بذكلك مثلا بعض الشركات المتقدمة جدا في التصنيع لا تصنع نيفيدية مثلا لا تصنع لا يوجد لديها مصنع في أمريكا مثلا هي لها مكان لتصميم ويستصنع في مكان آخر نعم فنستطيع أن نوصل إلى هذا المرحلة أبل نفس الشيء لا تصنع أجهزة الآيفون تصنعها في الصين السعودية في هذا المجاه مثلا تعاقدت مع الشركة مصنعة لأجهزة آيفون لأنها ستبني مصنع في السعودية فالخط وهذه الشركة وجدت في السعودية نستطيع أن تعامل معها في صناعة شرائح وغيرها فالتجاه المملكة قائمة على محورين بناء القدرات الوطنية وفي نفس الوقت التعاقد والتحالف مع الجهات عالمية أرجو أن تبقى معنا دكتور عبد العزيز وأن تسمح لي أن أستخدم هذا التعبير سنعود بعد الفاصل للحديث عنه هناك تقنيات تستمر ومستدعاء أن تكون فيها الاستدامة ومتطلبة وهناك تقنيات مثل الفقاعة أيها سنعلم مستقبلها بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى 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 إذن ونعود إلى حديثنا ومشاهدين في بين قوسين اهتمام سعودي واضح للاستثمار في كل ما يتعلق ببرامج التزود بالذكاء الاصطناعي الموضوع لا يقف على شراء هذه التكنولوجيا وإنما السعي للمشاركة في تصنيع جزئي لطبعا العديد من الصناعات المتعلقة بها مستقبل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ما هي التقنيات التي ربما ستكون فقاعة والاستثمار فيها سيزول وربما سيذهب مع الريح وأي منها ربما تعزيز الاستثمار فيه سيكون ذات آثار ستظهر وإن كان أو ذات آثار ستظهر في المستقبل معنا من جديد من الرياضة الدكتور عبد العزيزي الحرقان وهو الخبير في التقنية والرياضة والابتكار وحيك من جديد دكتور يمكن أنا ما أبالغت في كلمة فقاعة لأنه ظهر عندنا قبل ذلك الكثير من التقنيات التي وصفت في وقتها بأنها ستكون هي الهبة الجديدة وممكن تستمر ولكن بعد ذلك أثبتت أنها لم تم تمكث لفترة طويلة كان في دخول قوي عليها والحديث عنها وبعدين اختفت كيف سنكون بمنأة في السعودية عن الدخول في ربما استثمارات لا نعنى مستقبلها الحقيقي إلى أين هو على قولتك الهبة أو البال التطبيقات أو الأنظمة التي ظهرت واختفت هي تختفي بعدة أسباب أو مساببات قد يكون ظهور تقنية أخرى قد يكون ظهور تشريع آخر يحرم ويجرم هذه الأشياء قد يكون اختفاء أو زيادة اختفاء مورد أساسي لها وبالتالي عدم الجدوى استمرار فيها الهبات أو التطبيقات التي ظهرت واختفت في الولايات المتحدة بشكل خاص ظهرت بها أو قامت بها شباب أو مؤسسات تجارية ناشية أو من ضمنها في موقع في الإنترنت عن مقابر التطبيقات التي تفضلت فيها مثلا موجود مقبرة يسمى مقبرة جوجل موجود مقبرة يسمى مقبرة ميكروسوفت كل واحد من هذه التطبيق من الشركات الكبرى فعلا ظهر لها برامج ظهر فترة قصيرة وماتت لأسباب كثير الذي اختلف في السعودية أن القائم على هذه التوجهات هو الحكومة نفسها المؤسسات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص صندوق الاستثمارات العامة أيضا لها دور والمؤسسات الناشية الصغيرة الناشية التي تظهر ما زالت تطبيقاتها أو توجهاتها تحتاج إلى استثمار أكبر وأنا لا أرى حقيقة ظهر شيء من المؤسسات الصغيرة الناشية التي تستطيع أن تقدم لنا شيء مميز في الوقت الحالي منظم المبادرات أتت من الحكومة أو جهات حكومية الجامعة تعتبر جهات شبه حكومية وان كان من قطاع الحكومي فظهور هذه التوجهات هذه المبادرات من ضمن هذه الجهات ستكون إن شاء الله محكومة بأنها بعيدة المدى ولا تستفرد أو لا تستهلك استثمار مواردنا المالية والبشرية خلينا نشوف ترتيب السعودية معك دكتور فيما يتعلق بتبني الحكومة لاستراتيجيات الذكاء الاصطناعي كانت الأولى قبل ألمانيا في ذلك والمعيار أو عندنا ممكن مئة معيار سبعة منها اليوم السعودية تأتي في المرتبة الأولى سواء كان بتبنيها استراتيجيات جديدة البنى التحتية الجاهزة لموضوع ذكاء الاصطناعي الخبرات والكفاءات والمهارات أتحدث كذلك عن ربما البيئة التشغيلية التجارة في هذا الموضوع اليوم إلى أي حد الاستثمار في كل هذه المعايير سيبقي السعودية في المرتبة الأولى يعني أنا أعلم جيدا مثلا دولة مثل ألمانيا متقدمة ولكن لا يوجد لديها الكفاءات لأن الهارم السكان عندما يخدم خرجين جدد في هذا الموضوع بالعكس يبدأ تستقطب السعودية فئة الشباب فيها مرتفعة وهم أكثر مهتمين في هذه الدراسات والكفاءات فيها عالية حدثنا عن مستوى الكفاءات السعودية اليوم لازم نفرد بين شيء بين السلوب الحكومة السعودية في التعامل مع تقديم الخدمات الحكومية للدولة الحكومة المملكة تنظر لجميع أجزاء المملكة من الشمال إلى القرب إلى الشرق إلى الجنوب إلى أنها كل جزء من هذه الأجزاء في المملكة يجب أن تقدم لها جميع الخدمات الحكومية والخدمات المساندة في الفترة الأخيرة معالي عبدالله سوحة قال في مؤتمر أن تقريبا كل الشعب السعودي أو كل شعب كل سكان المملكة تصل لهم إلى الإنترنت إذا نظرنا إلى أوروبا مقارنة بسيطة النظرة الشمولية غير موجودة في دول الأوروبية مثلا صديق قبل سبوع اللي كان في بريطانيا كان في إحدى القرى والمدن في شمال بريطانيا لا يوجد فيها لا تعمل فيها خرائط جوجل ماب ما تعمل فيها لأن تلك المنطقة لم تحدث بطرقها وشوارحها وحياءها السكنية هذا من سبوع اللي فات لكن في المملكة جميع أنحاء المملكة تقريبا مغطات بهذا الشكل فسياسة المملكة تختلف عن الدول هذه إلا أن كلها جميعا تتوجه إلى اعتماد تقنية المعلومات ليست كوسيلة ترفية وسيلة رفاهية هي وسيلة توصيل الخدمات الحكومية الطب البعيد الطب عن بعد خدمات الطبية عن بعد التعاملات الحكومية عن بعد الشخص الذي في عارف في الجوف ليست بالضرورة يستطيع مضطر أن ينتقل مدينة كبرى لينهاء متطلباته الحكومية المعاملات الحكومية هذا اسلوب تقديم الخدمة في المملكة يجعلها تتقدم في جميع المستويات خلينا نشوف موضوع أنه أنا كدولة كحكومة في عندي بالميزاني محدد انفاق والاستثمار في هذا القطاع وفي المقابل عندي الوعي المجتمعي للاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتوجيه مخرجات التعليم إلى هذا القطاع لأي حد اليوم تتوافق رؤية الحكومة مع الوعي الاجتماعي في هذا القطاع الوعي الاجتماعي أحيانا يتحقق بوجود الفائدة يعني مثلا كلنا نستخدم قد يكون غير ما مصرح لنقول لكن في بعض المبيعات المواقع المبيعات التجارة الإلكترونية التي نستخدمها يوميا تستخدم نظام ذكاء اصطناعي وتتنبأ بالمنتج الذي يجب عليك أن تشتريه وتتنبأ من مظاهر التنبع ووسائل التنبع تخلق شخصية اكترونية لك وتشوف من هو مثلك في عمرك في سنك في ظروف الاجتماعية أنت اشتريت هذا المنتج هذا الشخص الآخر الذي يتشابه معك في الرغبات اشترى منتج بدي وتقدم لك هذا الموقع وترى في واحد متشابه معك هذا الخدمة وهذا التعامل لم يتطلب أي وعي أو إدراك من المستخدم لأنه شاف المنتجات وشاف الخدمات وحكم عليها ويمكن حتى السعودية جاي بعد السعودية المرتبة الثانية عالميا في استيعاب المجتمع لمخرجات الذكاء الاصطناع الخدمات والمنتجات التي يقدمها بالضبط فهي مخرج منتج يقدم للمواطن بدون ما يعرف كيف بنيت هذه التقنية الذي يعرف المواطن السعودي وبلا شك وأي واحد سكن السعودي حتى صديقي مصري تفاجأ بالتعامل الإلكتروني والربط الإلكتروني ما بين الأجهزة الحكومية المختلفة وزارة الصحة مع وزارة داخلية مرتبطة تماما مع مكتب العمل هذا الربط الإلكتروني الآن لم نصل للمرحلة ظهور بتطبيقات ذكاء اصطناعي بشكل قوي أو شكل بارز لكن أتوقع أن أتمنى من المؤسسات الحكومية وزارة الصحة أن تفتح شيء جانب من هذه المعلومات أو هذه الأنظمة للقطاع الخاص بحيث أن يستثمر معها مجرد فتح هذا الباب من مستهلك لهذه التقنيات والخدمات والمنتجات إلى منتج لها أو لمساهم في الامتاج لو فتحها هذا لا يتمنى لو أنت تفضلت سؤالك واستمرت إجابة لسؤالك كيف نستطيع أن نستفيد من في التجارة لو فتحت الآن صعب فتح هذه المعلومات للناس بشكل يمكن يستفاد منها تجاريا هي الآن تستفاد من طريق بعض الشركات المملوكة من صندوق استثمارات العامة من شركة علم وشركات أخرى لكن أتوقع في الوقت القريب شركة علم أيضا أتذكر أن فتحت المجال للشباب والرواد العامة أتذكر أن فعلا بدأت في هذا المجال أنها تفتح المجال الشراكة مع القطاع خاصة ومجالات الشركات الناس إن شاء استفادها من المعلومات والأنظمة التي عندها للخروج بخدمات ومنتجات تجارية يعني تفيد الناس بشكل وتكون تجارية رأس المال الجريء أو الفينتر كابيتال إلى أي حد تعتقد أنه له دور إلى جانب الاستثمار الحكومة أيضا في الدخول في الاستثمار في هذا القطاع وأقصد به السعودي طبعا وليس العالمي طبعا هذا دور لأن هذا دور بارز موجود في المملكة سناد الاستثمار الجريء لكن هذا مجالها بالذات لأن هنا الخطورة عالية جدا الخطورة في أن شخص يطور برنامج ذكاء صناعي وينجح يلفه وكثير من الغموض ويلفه كثير من المشاكل عندنا مثلا في المملكة وليس في المملكة بس في جميع الحال العالم ملكية البيانات ملكية بياناتي وبياناتك الآن التي تستخدمها التطبيقات وغيرها وآيفون وتستخدم هذه البيانات في بناء أظم الذكاء صناعي من يملك هذه البيانات في السعودية يعني الآن موجودة الآن في قضية ورفعات قبل شهر أن البيانات التي استخدمت في تطبيق معين كانت بيانة على معلومات الناس كانت في فيسبوك وبناء عليها طالبوا بحقوق مالية مثل هذه طيب هذا مخاطرة يعني واحد ممكن يعمل الآن على نظام تطبيق ذكاء إصطناعي ثم يظهر نظام يقول لك ما لك حقها أنك تستخدم وهي ليس من ضمن المصادر المخصوصة يعني ليس من المصادر المخصوصة لا من موجودة نعم مثل الـ DNA الـ DNA الـ DNA العائد من هذا المنتج سواء كان ذكاء إصطناعي أو كان برنامج طبي أو غيره هل صاحب المعلومة التي ظهرت من هذا التطبيق هل له الحق هذه الأنظمة أكثر جدلا أو أكثر يثارة جدلا جانب التشريع موجود في الولايات بشكل كبير عندنا ما زال يثار على استحياء لأنها لم تظهر الحاجة مثل هذه الأشياء تتطلب رأس مال يساعد على دعم وهي لازم على الأقل تظهر قضية ودعوة حتى على أساس يبنى التشريع القادم وهذا هي حال الكثير من القوانين حول العالم إذا لم تحدث الإشكالية وترفع عليها القضية أو دعوة ما كنا سمعنا في تشريعات وقوانين تحكمها أشكر وقتك ضيفي من رياض الدكتور عبد العزيز الحرقان وأنت الخبير في التقنية والرياضة والابتكار شكرا شكرا لك وشكرا الله إذن مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية لقائنا الأسبوعي من برنامج بين قوسي شكرا المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة